أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة أبوظبي كما أدى الصلاة إلى جانب سموه كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آلنهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آلنهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آلنهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير الخارجية وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وألقى خطبة العيد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وقال إن العيد مناسبة للاحتفاء بقيم التواصل والتزاور والتآلف وإدخال السرور على الأهل وصلة الرحم التي جاء بها الدين الحنيف وحث على التحلي بالقيم ومكارم الأخلاق والشيم والابتهال إلى الخالق أن يزيدنا علما وأن نجعل من العلم روحا لعيدنا وعيدا لروحنا ولنكن قدوات لأسرنا بتربيتهم على قيم العلم والفهم في دينهم والحفاظ على مكتسبات وطنهم والانفتاح على علوم مستقبلهم ودعا الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات الأمانة والاستقرار ويجعلها موئلا للعلم والقيم وأن يجعل شبابها نماذج معرفة متسلحين بالعلوم المتقدمة متمكنين من ناصيتها ويعم العالم بنفعها وخيرها وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان التهاني مع جموع المصلين بحلول عيد الفترة المبارك ترجمة نانسي قنقر